ائتلاف وطني جنوبي خرج إلى السطح وأعلن نفسه في توقيت سياسي حساس على صعيد الحالة السياسية اليمنية بشكل عام والحالة السياسية الجنوبية بشكل خاص ليعلن عن كونه جزءا من العمل السياسي الوطني السلمي وخطوة نحو تحقيق شراكة السياسية والمجتمعية وإرساء دعائم الديمقراطية والمصالحة الوطنية بحسب البيان السياسي اللافت أن الكيانات والتيارات الجنوبية التي أعلنت ائتلافا وطنيا جنوبيا واسعا بهدف الاستفاف إلى جانب الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية دشنت خطوة سياسية يعدها الكثير من المراقبين خطا سياسيا موازيا للمجلس الانتقالي في النطاق الجغرافي ومختلفا عنه في الأهداف ما عرف بالإئتلاف الوطني الجنوبي قال في بيان إشهر تأسيسه إنه جاء بعض مشاورات مكثفة بين قوى الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية والأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية والشباب والمرأة بهدف إيجاد إطار قيادي وطني جنوبي واسع الطيف يهدف إلى تعزيز الاستفاف الوطني الداعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية ويضع على عاتقه مهمة حمل القضية الجنوبية الاتلاف بحسب بيانه التأسيسي شمل العديد من ممثلين مكونات السياسية في الساحة الجنوبية من بينها الحراك الجنوبي السلمي والمقاومة الجنوبية والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وحزب جبهة التحرير وحركة النهضة للتغيير السلمي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالإضافة إلى ممثلين عن الشباب والمرأة والمجتمع المدني ومكونات سياسية أخرى مع تضارب المشاريع السياسية في الجنوب والأجندة المحلية المرتبطة بعضها بخيوط دول إقليمية بعينها يدخل الجنوب مرحلة التهي السياسي في ظل واقع تغيب فيه الدولة اليمنية الشرعية التي يديرها فريق حاكم من الجنوب وأنخب سياسية منقسمة على بعضها بينما القضية الجنوبية العادلة باتت كقفاز في يد اللاعبين الكبار والصغار واعتظل التكهنات حاضرة حول الائتلاف الوطني الجنوبي أوج الذي يرأسه عقيل العطاس بين من يقول إن هذا الائتلاف محاولة لشق عصر انتقالي وشراء ولاءات بعض القيادات الجنوبية ومن يقول إن الائتلاف قد يخلق توازنا سياسيا يعيد القضية الجنوبية إلى مسارها الصحيح